السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابع ليها في كل مكان. الفيديو ده واضح هنعمل فيه بلوزة خراشة بسيطة. هديكي شايفة الخامة بتاعتها مش محتاجة حاجة. هتلبسيها تحت يعني هتلبسيها يعني هي زي اللي بروفها شوية. بس هتلبسيها فوق انت يعني بلوزة او حاجة. اي المكان بعدش هتلبسيها يعنيني انا بمتر واحد جبت سمت المتر كده. اتنين زي ما اتي شايفة كده. هو عرض عرضين طبعا. اهو. اخلي الجزء اللي فوق ده مقفول كده بالشكل ده. مقفول كده. وبعدين حتني بالكتاف على بعضها. كده. وحجيب السنتي. وحجيب السنتي بتاعي. وهفتح هنا السابرينا بتاعت الرقبة. هفتحها زي ما انا عايزة. بس انا عايزها عشر سنتي. عايزها تسعة سنتي. اي المكان ان هنا هفتحها هو تسعة سنتي. اهيه. فتحتها تسعة سنتي. والعرض هنا هفتحها خمسة سنتي. اهيه. وهعمل كده. ده المساطة اللي امتي قاعدة على المكان اللي امتي ولا واحدة ولا ليتي. اهي. كده. ده شكل الفتحة بتاعت الرقبة كده بالشكل ده. بعد مفتحتها كده الرقبة بالشكل دوت حتنيها قبل يبدأ بوس. بس احدد علامة الكتف عشان ما تروحش مني. احدد علامة الكتف عشان ما يروحش مني. هنا كمان حددت علامة الكتف كده. وهفتحها بالشكل دوت. وهقفل. لو نفع الخامة دي اللي ماشا دي مش نفع عندي اعملها اوفر. لما عملتها اوفر لان شكلها مش حلوة ابدا. فانا حاجيه. بضاهر كده. وحاتني السابرينا. او فتحة الرقبة. طبعا هي هنا نفع ليه? لان انا عملاها زي ما قولت عملاها كده بالشكل ده. هي عمليها. شايفة انا هنا حطيت التقوس بالعرض كده. بقول لي نفسي انت بيه ان هنا ده قط الكتف. انا عملتها هنا. ما فتحتهاش. اه يعني ما عملتهاش اه تمانية بتمانية او تسعة بتسعة عشان ما اقورهاش لحد تحتي هنا ليه? لان انا لو اقورتها هتطر اعمل لها سجاف. انما هي عشان هنا سابرينا مرتاحة فساحب علي ان انا اقلبها للداخل بالشكل دوت تانية بسيطة اهي واعملها واقيت عليها. انما لو كنت هعمل لها الرقبة العاديا اللي احنا بنعملها في البطرون كنت بالحالة ديت هكتر اعمل لها سجاف او بطانة او يعني كان لازم نوضفها باي شكل من الاشكال ما كانتش حينفع في الثانة معايا تانية في تانية طبعا هي طرع منها خيوط كتيرة زي ما انت شايفة فمش لتان خيوط هتغطي على خيوط ما انا عمليها فمش باينة ابدا هي كده بتحفل بعد ما عملت كده اروحها جاية قفليها بقى نخط الكتف نخط الكتف هدي خط الكتف انا معلمات ده شكل السابرينا اللي انا عشان كده بقول لك ما تقوريش السدري جامد عشان مش هيتقفل معيك زي ما احنا قفلين كده بالشكل ده فبعد ما عملت كده اجيب الكتف على الكتف كده بالشكل ده وهجيب الجوانب على الجوانب لو حبيتي تتنيها كلها من الجوانب ممكن تتنيها انا بالنسبة لي مش هتنيها لان انا عندي خيوط اللي طالع منها دي هتداري على حتى لو هي شرشبت وطالع منها خيوط فهي اكين دها هي منها فيها فمفيش مشكلة هتجيبي القفلة على القفلة كده تحطيه يدبوس كده بالشكل ده حد فوق وبعدين المسافة ده الكلام ده قلنا عليه كمان في الفراشة المسافة اللي حضرتك هتسبيها هنا هي مسافة نزدية على حسب عرض اللي حيلبس الشخص اللي حيلبس هو عريض اللي هتلبسها عريضة هتلبسها رفيعة على حسب لأ في المسافة اللي انت بتخشيها دي على حسب عرض البنت او عرض الاخت اللي هي هتلبسها الي يعنيني انا هنا العرض ده قلنا العرض ده مش ثابت مش ثابت لما بيكون الكم واصل لحد الكم من هنا لحد هنا بس بلها مسافة كبيرة هنا الكم تقريبا مواصل لحد فوق اللي كوع على فوق فهقلل المسافة فانا هعمل كده مسلا اللي يعنيني اللي انت تسيبي من خط الكاتف لحد تحت شبر بس هو ده اللي انا قدر قوليك على سيبي ده شبر كده بالشكل ده وابدقي تخولي زي ما انت عايزة المسافة دية تنزدية انت انت اللي هتحددينه كله بشكل دوت شايفة هنا الجماشر اعمل دي كده اتنوب الدبعات كده بالشكل ده وقت وهعملها خالص يعني هيكون شكلها طبعا انا عملتها ده هيكون كده بشكلها انا عملتها من الجنب التاني اذا حبيتي تلبسيها وحطيتي هنا مثلا الحزام هنا في الوسط اي المكان نوعي الحزام هتفتحي له تعمليه العروة هنا من الخياطة زي ما اعملنا في الفراشة هتفتحي له مثلا العروة هنا وتحطي حزامي هنا على حسب انت الفكرة اللي انت عايزها هحطولك على المنيجان وهتشوفيه